سلام لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بالصحة والهنا في الفيديو اليوم سنشارك معكم وصفتين وصفة المشوي تاعي يعني طريقة بزاف ابنينة ومعروفة بالبنينة ومملاحات بالعجينة المورقة المشوي كنا قدمناه مع صوتي تاع البوم دوتار و تاع كورجات نجوزل طريقة التحضير والمكونات هنا عندي الحم يعني يكون غنمي أي نوع تحبه نسحقه معه شوية بصل شوية توم و شوية موتاغد على عينكم ميزانكم على حساب الكميات تاع الحم أنا هنستعملت حوالي زوج مغارف كبار تاع البصل ومغرف كبيرة تاع التوم ولا موتاغد نطمو بها حتى تولي هكا من بوماد و بعدها زيت عليهم الملح وزيت عليهم خالطة بين العكري والحار اللي يحب وقع حار يدير غير الحار ويحب غير هذه الحمورية يدير العكري وراس الحانوت ونزيد عليهم مقيس مغرف كبيرة هكا تعزيد زيتون ما نزيدوش كتر من هكذا هو المكونات اللي في هادو هما هو جنرال مو انا مو الفنديرو كيكون جيغو كامل ولا ايبول كامل ويجي ما مع الرقبة بصح وشنو كيارانا في رمضان ويعني كنتيتي صغيرة الواحد ما يسحقش كمية كبيرة هكاك اه لغ درتو بالموارس المقطعين بصح هو جنرال مو يجي هكاك يعني كبير يعني الموارسو بتاعك متاع الحم يكون كبير وتماريني وهو جيكم هكاك من بنين المهم هنا البنات انا جيت باش ننصحكم ونقول لكم لازم تستعملوا فيه اه بلاتو هكا يكون بزاف تقيل باسكو هو اللي راو رايح يعاونو باشي طيب راو رايح يشتلو سخونية تاعو ويعاونو باشي طيب هنا حطيت كي ما شفتو باش نغلفوه مليح بالبابي كويسون البابي الومينيوم هكذا ما نسحقولوش بزاف الما ما يباخون دخلو كان نديروك الالومينيوم نبقى ونديروه في الما وهاديك اللي بنا كامل تروح هنا نستعملت يدي باش دخلت قاع هاديك التبيلة في الحم ونبعده حطيتها هنا كي ما راكم تشوفوه وغلفتو بهذه الطريقة وندخلو الفور على درجة حرارة تكون ناقصة قد ما يقعد لكم في قد ما تكون ناقصة مع ليشو طيبوه بكري باش يقعد باش يطيب لكم مليح انا هنه يتلت سوايع زوج سوايع الأولين نقدروا نقولو ما استم ما طليتش كامل عليه زوج سوايع هادو كميت على حساب الفوق وانا الفوق تاعي سخون يعني هنه يبعد ما جزو هادوك الساعتين جيت باش نقلبو كي ما راكم تشوفوه كي ما راكم تشوفوه تشوفو كي يجيكم مع السلح تا هدوك الخيوط يبداوية كم تعرفو الخيوط تا التحسن هنه زيت حوالي يقولو فنجال تعمو فنجال تعلاتي ما ببرك وغطيتو وعاود دخلتو يكملي طيب من جي ها واحد خراجيت باش نبريباري صوتي تاعي هنه يالفي مقلا دوبت الزبدة كميالة بس بيها ودرت عليها شوية توم وشوية معدنوس ونجي نستف هاديك البطاطا ستفوها كامل باش هكا استعملوا حاجة واسعة باش كي تحطوها تقدر جيكم ضوغي وزيت عليها الطرف زبدة وحطيتها فوق منه حتى ولد حا ضوغي من الطرفين بينزوج ونبطينا تقرمش من برا وطليها من الداخل وحنا هيا في مقلا وحد خراجر تزيد زيتون معدنوس والمعدنوس والفلفل اللي كحالبيا نشغ ونزيدو نحطوها نستفو هاديك الكوغجات ونزيدو نحطوها فوق النار تقدروا تستعملو الزيت زيتون ميانا جوب خي فاق زيت زيتون ولا زبدة حره ما تستعملوش لا مارقارين باش كي لا يحد فسد لكم لقوه هنه جزت معاكم باش ندري سيوزع مالا سياتاكا كي ما شفتو راهو خفيف الضريف مي شون ما ما هو حي تعبك ما هو حي شدلك الوقت ما كي حتقوه ديف تطلي عليه في الفوق هنه يا جيت حطيت ابيو بخي اه حطيت هذيك الكميات تعالحم وراني نزيد نحط فهادك السوتي معاكم حاولو تلعبوه بالالوان حاولو تكسروا اللون تعالى سياتاكاكا اه تقدرو تديروا معاها تانيك البندات الروز ف فلاس للسوتي تقدرو تديروا ديف خيت وله تقدرو تنوعوه يعني على حسب تقدرو تديرو هذك الروز بالفيغ مسال ما انا لا لا انا مال فانس تعمل معها الروز بصح ما نديرش معاه الاضافة على تليتلي كيمة تليتلي معروف عليه بلي زلق والروز معروف عليه بلي جينا شوف جربوا الميلون وشتحهم وردوا لي بالخبر وهنا يجيت نوري لكم القوام بتاعه وشوفوا بنتيجيكم طري زبدة ما تسحقوش يعني الموس ولا تسحقو تقلقو روحكم ولا بزاف بنين وصفة بزاف سهلة ويعني بناتها مضمونا صح مشووي بأتم معنى الكريمة تعليز وتعلي هنا يجيت قسمت معكم مام البطاطا بش نوري لكم الشكل افو بخير انا كنت كسرت اللون بشي قارس ومعد نوس وهذا هو كان طبق رئيسي ونظر كنو اللي والنوع تعل مملحة هما شوش روضي كوكا هكا ورق الشكل ديفيران هنا حطيت الزيت في المقلة وحطيت عليها بصلا مش متكونش كبيرة بزاف مقطعة افيلة وستعليها زود سنينة تتعتم ونخليهم يتقلوا فوق النار بينصور مع الملح برك انا هات الجوكي تكون مملحة بتكوكا ولا ما نحبش نعطيه ما نحبش ندير لها لزي بي سولة باش ما يقتليش لقو هنا يزلت عليها طماطيش مقطعة تانيك هكي طويلة بصح وشنو هنا طماطيش زلت عليها الرشة تاع السكر باش تقتلي كامل هذي كلاسي دي تلك هنا وخليتهم يطيبوا قبتيفوا مثلهم حتى قطرة ما حتى تعسلوا وطابوا بالشكل يراكم تشوفوا فيه هناك اضافة تضرت لها الزيتون ومغرفة كبيرة تعتم ومغرفة تعمك لا تعتم اختياريات تقدروا تنحوها وتعوضوها بالفرماج كي ما تقدروا تديروا لها غير زيتون شوية زيتون كحل مع شوية زيتون خضر ويديروا لافها هنا ايا خلطهم وجيت العجينة المورقة تاعي انا هنا ايا رشيت لها الفارينة بينشوق باش برك تساعدني في الخدمة ونزيت نرى شوية من فوق ونبدأ نحل فيها كي ما تعرفوا القوام كي ما تعرفوا يعني لابات فيتي سمحولي بزاف ما تجيش رقيقة بزاف على خطرش لو كانت رقيقوها لبنت بزاف وقل لازم معنا يش رايحة تنفخ لكم انا بديت يعني بديت نحل فيها كي ما رايحة طيقة رايحة مضحة عندكم رايحكم تشوفوا حاولوا تعطيوها الشكل المربع هذا باش برك وبعدك يتكونوا تغلقوا فيها رايحة تساعدكم انا نخدم فيها هنا وهي برضا وتشوفوا كيفاش تورقت يعني الله يبارك وجتها قبل بوقت وبعد خليتها باش طيبتها برك باش هكما تعطيوها شو كنت تعرفوا رمضان قلت لكم حاولوا تعطيوها الشكل المربع باش نقطعوها كي ما تقدروا تديروها في سينيما وحدة وتقطعوها جوضي كوكا نورمال يعني عندكم انتو محرية الاختيار كيفاش تشكلوها اه هنا يجيت نحية هادوك الزوائد توجغ سيو ما تميلوش باش هكا نخرجو مربعات لي نقدرو نغلقوهم على زوج يعني مامي لما خرجو لكمش سوا 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 مشي لازم يخرجوا سوا سوا تقدرو انتو مواحدكم برك تسقموهم هنا كما راكم تشوفوا نحية تقعوها لاطراف ونقطعها على 4 هنا نجيب لعندي المربع على العجينة المورقة نحط فيه شوية على الحشو كي ما تعرفوا العجينة المورقة متحبش تكون معمرة بزاف بلا فخص باسكو لو كانت تعمروها بلا فخص ولا مع الزيت هاداك زيت التعطان هراه هرا يح يخرج لكم في الفليكوتي وما تقدروش تغلقوها وشنو برك اعرفو كيفاش اه قلت لكم ولا صفيوها مليحم الزيت ولا دو بخيفرانس ما تعمروهاش بزاف باسكو ما شيف خوماج ولا لو كانت خوماج يجوزمي هادو ما تكتون تكتوكا وكامل من المستحسن انكم ما تكتروش بزاف لا فخص حتى وين تخرج لكم ليخرج لكم الزيت هاداك على اطراف حطيتها اطويتها على زوج كي ما راكم تشوفوا الطريقة راي موضحة عندكم وزيرتها مليح بالفرشيطة وهذا هو الشكل اللي تحب تستعمل المول تالي يسوف لي تقدر تستعملو هاداك المول تالي بخاتي كمي انا احبيت نديرهم بهذا الطريقة احبيت نشوف الفيتاش هاداك يتحل اهنا الى انا جيت دهنتهم بصفر البيض ولي تشوف بلي الصفرة هو بزاف يعني تقيل ولا حب تتخففوا شوية ديري مع هغير قطيرة تع حليب هادا مكان اه قطيرة تع حليب ولا قطرة تع الخل ومشيهم هكا ودهني قاع الحبات ديولك ونرشوهم من فوق بالخليط اللي يعني اللي تحب تخليهم هكا وتفتحهم غير بالموس يعني يقولوا شقات جرحات هكا برك بالموس ولا اللي تحب تدير اه 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 هادوك احنا درت ميلونج تاع الزلالع اه درت ميلونج هكا برك من الفوق راه راح يعطيكم بنا وهي له خير من اللي كتخليوهم وحدهم ولي ما قلت لكم اللي ما يحبش يقدر يستغنى زع ما كين يحبو غرسان وج كين يحبو جلج لعن كين مي هنا انا كان عندي اميل كي ما قلت لكم امورة ها دخلتها الطيب في درجة حرارة تكون شوية عالية وهنا يجي تنقسمها معاكم وهي هكاك سخونة تغلي البنت وكي ما على بلكم هي متن تكلش هكاك سخونة لازم تبرد شوية تنفس شوية باش ناكلوها وهذا هو كان الفيديو تاعناها اليوم ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات هكا مبقى لي غير نقول لكم ان شاء الله على بخشان ان شاء الله مع غوثات جديدة وفيديو جديدة وهنا لاني شاركتكم مع ام تابل هكذا خفيفة ضريفة على بخشان باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة